السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رح نبدأ الأخبار من موضوع أفغانستان الشغل الشاغي الآن للإعلام والسياسيين الألمان الآن عدة طائرات عبتخرج من كابول مطار كابول باتجاه تشقند في أزباكستان وعبتقوم بنقل المواطنين الألمان وأيضا المواطنين الأفغان اللي كانوا عبيعملوا يعني مع الألمان أو مع الجيش الألماني أو مع مختلف الوزارات الألمانية عبتسموهم القوى المحلية الأوتسكخيفتة اللي عبتم إجلاؤهم الآن من كابول باتجاه تشقند ومن هناك عبر الطائرات المدنية إلى ألمانيا وزير الخارجي الألماني حايكو ماس بشكل دائم عبينقل هاي الأخبار صار في حوالي 3 جولات 3 مرات الطائرات عبتنقل حوالي 120 أو 125 شخص الآن خارج أفغانستان خارج مطار كابول الآن العديد من المقاطعات والمدن الألمانية علنت عن رغبتها أيضا واستدادها لاستقبال بعض هؤلاء الذين يتم إخراجهم الآن أو الذين في حالة خطر يعني هناك خطر على حياتهم أن يتم استقبالهم في ألمانيا نقطة جدا مهمة لازم نعرفها ليس المقصود بذلك يعني أي شيء من فتح الحدود أو السماح بعبور يعني اللاجئين وإنما الحديث هنا فقط عن المواطنين الأفغاني اللي كانوا عب يعملوا مع الجيش الألماني مع الحكومة الألمانية مع بعض منظمات المجتمع المدني هؤلاء الذين عليهم خطر هن الألمانية الآن اللي عب تقوم يعني بمحاولة إجلائهم من أفغانستان فانتقاد شديد تعرض له عميل لاشت رئيس وزراء مقاطعة أنا في والمرشح القادم المصبح مسشرا لألمانيا في الأيام الأخيرة بسبب يعني إعلانه أنه لن يقوم يعني باستقبال اللاجئين أفغان كما في عام 2015 هذا أصبح واضحا ومفهوما سياسي يعني يكرروا عبر السنوات الماضية مرارا وتكرارا والآن عدل مقولته يعني بسبب الانتقادات الشديدة وقال أنه أعطى وعدا أنه إذا أصبح مستشارا لألمانيا في الانتخابات القادمة بعد خمسة أسابيع فإنه سيقوم باستقبال جميع المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع الحكومة الألمانية مع الدولة الألمانية مع الجيش الألماني قال أن هناك قائمة طويلة وأن كل من اسمه موجود على هذه القائمة حتى المقيمين يعني ليس فقط في العاصمة كابول وإنما في مناطق أخرى من أفغانستان فإنه سيقوم بيعطائهم الفرصة بالوصول إلى ألمانيا ننتقل الآن للموضوع التالي معكوز زودا رئيس وزراء مقاطعة بايان أيضا هو طبعا نعرف أنه سياسته متشددة وقال أن عام 2015 لا يجب أن يتكرر ولكن بنفس الوقت قال نحن ليس لسنا بلا قلوب وأن هؤلاء الأشخاص حتى مقاطعة بايان يعني على استعداد على استقبالهم طبعا نقطة جدا مهمة نركز عليها هي المقصود بهم المواطنين الأفغان الذين عاملوا مع مختلف الوزارات الألمانية الحكومة الألمانية منظمات الألمانية أو مع الجيش الألماني هؤلاء الأشخاص هم المقصودين بشكل رئيسي الذين يعني يودون استقبالهم الآن في ألمانيا وإلا يعني قال أن هؤلاء تعاونوا مع ألمانيا ولا يجب أن نخيب أملهم بنفس الوقت طبعا ماكو الزودا انتقد أيضا بشكل شديد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والسياسة الخارجية الألمانية بنعرف أن الذي حدث في أفغانستان السياسيين الألماني أقول أنه كان مفاجئ وأن الأمور انقلبت بشكل سريع وتم السيطرة على الحكم يعني من قبل حركة طالبان بشكل سريع وأن هذا كان مفاجئا ولذلك انتقادات شديدة للحكومة الألمانية وبشكل خاص أيضا لوزير الخارجية الألمانية هايكو ماس وقال ماكو الزودا أنه لا يريد أن يراه في تشكيل حكومية قادمة المقصود يعني بعد الانتخابات تشكيل حكومية جديدة بعض الوزراء الذين عليهم جدل وقال بشكل خاص وزير الخارجية وأنه سوف يضغط بهذا الاتجاه أن لا يحصل على ما يبدو مرة أخرى على منصب كوزير للخارجية في الحكومة القادمة ننتقل الآن للموضوع التالي وهو موضوع مواقع الأحزاب الآن حوالي خمسة أسابيع قبل الانتخابات وانتقاد ماكو الزودا المبطن أصبح عدة مرات ويقال أنه في جلسة أيضا مغلقة قام بانتقاد وزير أو أمين لاشاد رئيس وزراء مقاطعة أنا في بشكل شديد يعني على أنه ليس مرشح يعني بهذه القوة مع تراجع الآن النسبة المئوية لحزب الأونيون لسي دي او تسي اس او في استطلاعات الرأي في آخر استطلاع للرأي الآن بتكليف من الفوكوس أيضا لمعهد كانتا الذي تم إجراؤه بين 11 و 17 أوجوست على حوالي 1920 شخص تم سؤالهم بناءا عليه فإن نسبة الأصوات التي يمكن أن يحصل عليهم الأونيون لسي دي او تسي اس او أصبحت الآن فقط 22% حزب الأس بي دي الآن تقدم بشكل كبير مع مرشحي أولاف شولز وزير المالية حاليا نائب المستشارة إلى 21% إذن أصبح هناك الفرق نقطة واحدة يعني تغيرات كبيرة حصلت في الأسابيع الماضية شاهدنا تقدم كبير حزب الخضر ثم عودة تراجعه والآن تقدم حزب الاس بي دي وتراجع ال سي دي او فالفرق أصبح فقط نقطة واحدة الآن في المركز الثالث حزب الخضر اللي يزال 19% في المركز الرابع الاف دي بي 12% الاف دي 11% اللينك 7% فهناك يعني تغيرات كبيرة عبتحدث الآن إلى 12 يورو مباشرة فور وصوله إلى الحكم وأنها ستكون الأولوية الأولى له منذ هذا الإعلان حزب الاس بي دي عبتقدم الآن في استطلاعات الرأي بشكل أكبر والأونيون الآن عبتتراجع أيضا في استطلاعات الرأي حوالي 5 أسابيع قبل الانتخابات ننتقل الآن للموضوع التالي وهو موضوع الجرعة السالسة اللي يعني بيتم الحديث عننا في ألمانيا نعرف مقاطعة بايان أعلنت عن البدء أيضا بإعطاء جرعة سالسة للناس الكبار بالسن بشكل خاص فوق سن الـ 80 سنة أو لعندهم أمراض مزمنة الآن كريسيان دوستن أيضا العالم الشهير الألماني في علم الفيروسات أعلن أنه يعني لا داعي هناك لإعطاء جرعة سالسة بشكل عام لكل الناس على الأقل في خريف هذا العام وقال نعم هناك يعني جدوى من إعطاء جرعة سالسة لمن هم كبار بالسن بشكل كبير يعني في دور رعاية المسنين أو من عندهم أمراض يعني مزمنة نعم قد يكون ذلك ناجعا ولكن الأفضل هو إغلاق السغرة الآن بمن هو فوق الـ 60 سنة المقصود بذلك يعني أن هناك بعض الناس فوق الـ 60 لم تحصل حتى على جرعة واحدة لحد لن أو على جرعة واحدة فقط ولم تحصل على الثانية بعد يعني المقصود من ذلك هو من الأفضل تطعيم الناس أولا بجرعتين ثم التفكير بعطاء جرعة سالسة هذا من حسب وجهة نظره يعني الآن كريستيان غوستن وهو أيضا يعتبر يعني أن لا داعي لجرعة سالسة حتى في خريف هذا العام رغم يعني الطفرات الموجودة لأنها لحد الآن يعني فعالة فمن وجهة نظره يعني أنه الجرعة السالسة يجب عدم إعطاؤها بشكل عام الآن لكل الناس في ألمانيا علما أنه المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من الشهر التاسع زبتمبر أن يتم عرض جرعة سالسة على الجميع هناك ننتقل الآن إلى الموضوع المهم وهو أن مقاطعة نورد غاين باستفان ابتداء من غدا يوم الجمعة ستبدأ بتطبيق قاعدة المقصود فيها بالدرائي جي الجيمفت جنازن أو جتاستت عندما يصبح لآخر سبعة أيام فوق الخمسة وثلاثين فسيبدأ تطبيق قاعدة سواء على المناطق والبلديات يعني كريس فريشتاتة أو أو حتى على مستوى المقاطعة طبعا الانسيدنس فيت الآن على مستوى مقاطعة نورد غاين باستفان يعني عالي جدا ووصل يعني تحديدا إذا منشوفه إلى 71.6 إذن من المفترض أن يتم تطبيق لهذه القواعد في أو هذه القاعد يعني في جميع مقاطعة أنحاء مقاطعة نورد غاين باستفان طب شو كانت هاي القاعدة مشان نتذكر أنه كل الناس حاصلين على اللقاء حجرتين أو من أصيب وشوفي أو على الأقل أنت بحاجة لتست سريع مدته 24 ساعة أو PCM ليس أقتم 48 ساعة للدخول إلى بعض الأماكن الآن هاي الأماكن عبيتم بشكل عام يعني التركيز على موضوع الأماكن المغلقة سواء المطاعم يعني داخل المطاعم أو داخل صالات الرياضة الفيتنس شتوديوس أنواع الرياضة الأخرى اللي بتم يعني ممارسة داخل الصالات الحفلات داخل الصالات إذن بشكل عام هاي الأشياء المغلقة عبيتم التركيز عليها المفروض أن يبدأ تطبيق ذلك في ابتداء من يوم غدا أي من لم يحصل على اللقاح أو يصيب واشوفي بحاجة لتست الآن طيب موضوع التست هذا جدا مهم لازم نركز عليه ليش لأنه نحن نعرف أنه الاختبارات السريعة الآن مجانية ولكن فقط حتى 11 أكتوبا لأنه في الاجتماع الأخير للمساشارة والوسائل وزراء المقاطعات أعلنوا عن إلغاء مجانية التطعيم الاختبارات بعد هذا التاريخ يعني لقى 11 أكتوبا معنا لسا وقت للناس الغير حاصلين على اللقاح لحد الآن أن يعني بيدروا يمنوا إجراء سريع اختبار سريع لا يدخل إلى هذه الأماكن وبعد ذلك سيصبح هتصبح هذه الاختبارات يعني بدفع الفلوس وكل شخص يريد بعدها لم يحصل على اللقاح بعد أن يدفع من جيبه عندما يريد الدخول إلى هذه الأماكن طبعا فينا نحن نصنفها هاي أنه هذا الضغط إضافي على من لم يأخذ اللقاح بعد طبعا بعد مقاطعة بعدن فيتنبيك الآن مقاطعة نودغال بسفال أيضا اتجهت إلى هذه القاعدة هاي بيكون عملنا جولة واسعة ومختصرة لأهم الأشياء من ألمانيا الآن هذا الصباح تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته